كذا إلى أخير بس الغريب بقى في الأمر هذا مش التناقض نسبه وشين حقوق الإنسان في مصر وحقوق الإنسان في روسيا وحقوق الإنسان في الصين وحقوق الإنسان في مش عارفين وش غارين كذا والمساواة هي حق إنساني وعدم التمييز هو حق راقي للحضرات المنبسقة من قاعل أي كلام أنت كده بجد آه أنا كده طب أنت كدام وإنت منافق وإنت بوشين وإعلامك كدام وإعلامك منافق وإعلامك بوشين والدليل موقف في الاتحاد الأوروبي وموقف الإعلام الأوروبي والإعلام الغربي كله تجاهل قضايا الحقوقية زي قضية فلسطين زي قضايا عديدة جدا في المنطقة لأ لكن لما جات روسيا ودخلت أوكرانيا ظهر العنصرية في أبهى صورة تعال أفكركم الإعلام بتاحهم قال إيه فارغ أبراهيم شغالي أبراهيم 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 حرية الإنسان في أوروبا حرية الرأي ده أجمعها قمة العنصرية وقمة الاضطهاد وقمة النرجسية وقمة التمييز أدي طيب هو البرامة الأوروبية ليه ما بينقش قضايا العنصر في داخل أوروبا ضد المهاجرين يا سلام الإسلاموفوبيا يا سلام والخوف من روسيا دلوقتي شغال يا سلام الجنس الأسود هناك في أوروبا والجنس العربي والإسلامي والعربي عموما هو دول بيتعاملوا معهم في أوروبا إزاي إزاي بيتعاملوا معهم في أوروبا